اهلا بكم في اقتصاب السوق واليكم اخبارنا اليوم عزز اغتراب الموعد النهائي لرفع سقف الديون جاذبية المعدن النفيس كمالات امن وفي لبنان سجلت ذهب غير المصاغ الاسعار التالية ايار 22 39 دولار و 48 سنت ايار 21 37 دولار و 7 سنت ايار 18 32 دولار و 37 سنت بلغت اونسة الذهب 1326 دولار و 75 سنت اما كيلو الدهب ف 42 655 دولار و سنت واحد القت ازمة الميزانية الامريكية بظلالها على توقعات الطلب على النفط في اكبر بلد المستهلكين الخامي في العالم فانخفضها سعر العقود الاجلة لخام برينت 14 سنت ووصل الى 109 دولار و 53 سنت للبرميل تفعل خام الامريكي 7 سنت ووصل الى 103 دولار و 10 سنت للبرميل سجل مؤشر السفير للمواد الغذائية والاستهلاكية في أبل ماضي ارتفاعا تراوح بين 2% واكثر من 30% ويعود ذلك الى تفوت الاسعار بين الاسواق الشعبية والسوبرماركتز وقد ارتفع السعر البيض من 6000 للكارتونة الى 8000 فيما حافظ كيلو لحم البقر على 15 ألف ليرة ورحم الغنم على 25 ألف ليرة والسبب عدم قدرة اللبنانيين على تخزينه وبالتالي وفرت المعروض أمام الطلب كما استقرت أسعار معظم الفواكه والخضار على الحامض الذي ارتفع من 1000 الى 1500 ليرة كما ارتفع كيلو البطاطا من 1250 ليرة الى 1500 ليرة حتى البنك الدولي ينوي خفض ميزانيته بما يصل الى 400 مليون دولار وذلك للمرة الأورى منذ 17 عاما ويضع البنك هذه الخطوة في إطار عملية تنظيم شاملة لزيادة قدرته على أداء مهمته وسيجري الخفض على ثلاثة أعوام ويشكل 8% من النفقات السنوية الحالية للبنك والبالغة 5 مليارات دولار ويتزامن ذلك مع زيارة يقوم بها محافظ البنك المركزي الإيراني الى أمريكا للمشاركة في اجتماع البنك الدولي في وقت تطفو على السطح ديون إيران للبنك الدولي والبالغة 79 مليار دولار أمريكا تخسر نحو 4 مليون دولار في كل دقيقة بسبب تعطل أعمال الحكومة وقد تجاوزت خسائرها المتراكمة أمس أكثر من مليار و600 مليون دولار في وقت يبدأ اليوم الثلاثاء تدول ورقة جديدة من فئة 100 دولار بعد تعزيز تأمينها تكنولوجيا من التزوير إشارة إلى أن ورقة المئة دولار هي الأكثر عرضة للتزوير وتشير التقديرات إلى تدول أكثر من 80 مليون دولار من الورق فئة المئة المزور داخل الولايات المتحدة وأكثر من 14 مليون دولار خارجها هذا كل شيء منتقنا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم